بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شيوة جديدة مشيوة أم شمس كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وما تشاهدوا فيديو اليوم اليوم إلا الله سنعملوا واحد بريوش كي يجي أخطر من الخاطر بنين بلا قياس خفيف ريشة وشي حاجة اللي كي ما كتشاهدوا معي ران نحل ما خلانيش نصوره بقوة ما بنين صراحة كي يجي واعر بزاف ما فيش لازبدة ولا حليب ولكن طريقة ديالو بسيطة والنتيجة هائلة فدائما ما تبخلوش عليها بتجاعتكم أراءكم تساؤلاتكم مرحبا بكم في التعليق ودائما ما تبخلوش عليها بالبرتاج ديالا فيديو منذ مرة مباشرة لما كنا الطريقة تحت ديالا فأول حاجة في إيناء كناخد كاس ديال الكاس باش عبرته في الأول عبره به كل شي كاس ديال الطحين اللي بيض خاص بالحلويات كنضيف عليها معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز معلقة كبيرة ديال السكار ونفس الكاس ديال الماء دافي كنخلط كل شي على هات الشكل هادا يعني بطرها باليدوي على هات الشكل حتى كيتجنسوا لي هاد العناصر اللولانين ديال خميرة كالدوب على هات الشكل مباشرة كنضيف هنا عندي 80 جرام ديال الزيت ما كنضيف هاش كلها أو لنص كاس ديال الزيت بالعبارة العنفة كنضيف الكيميا وكين كنخلي واحد جوج معلخ كبار هاد عارفوا معيها لاش كنخلطها كذلك وكنضيف بياض بيضة وكنحتفظ كذلك بالصفر دائما المكونات را كتلقاوهم تحت لفيديو غينزلوا ما زال شي شوية شتكم كتعقزوهم وكتبوش تنزلوا شوية ما زال في الصندوق الوصف را كنكتب المقادر وكين كيكونوا شوية لتحت فرا كون شي كيكون بالقرام ومضبط هنا بعد ما كنضيف دك بياض بيضة كنحرك مزيان مزيان هاد العناصر هاتي كيما كتشاهدوا معي وكنغطي على هاد اللوبول هادا كنغطيه بلاستيك غدائي وكيبشي ايناء اخر وكنخلي هاد الخميرة تفاعل شوية دك صفر بيضة كناخدها كنضيف عليها واحد شوية راس مع القادية العسل وكنغطيها هاتي وكنخليها على جنب يعني كمشي لقديش يشغلها كواحد عشرات دقائق كنجي لقى الخاليط ديالي وديك الخميرة تفاعلات مباشرة كنرجع لها كنضيف عليها واحد جوج معالق يكونوا معامرين مزيان ديال السكر جوج معالق حتى الجوج معالقو نسلموا يملح لهوا على حساب الرغبة كنضيف كتاليك صاشي ديال نكهة زهرات البرتقال او لا صاشي ديال الزهر وكنبدا نضيف الطحين البيض يعني كنكمله الكيمياء ديال الطحين وكنضيفه كتاليك منسوش اكيد واحد شوية ديال الملحة وواحد نصف خمارة يعني ديك الخمارة ديال 8 جرام كننضيفه من 4 جرام فقط او لا نصف مالقة صغيرة صافي كنحرك هاتشي كله على هاتشكل يعني في الاول كنخلطها كابل فوة من بعد كنزوله كنكمل بيدي يعني كننعجنوا العجينة ديال البريوش رينا العادي غير هو العجينة البريوش مخصاش ابدا تكون قاصحة ومخصاش تكون جارية يعني كتتسيح لنا في البوتاج كما غتشوفه معايا في العجينة ولا القوام ديالها وغا نقول لكم دائما بطبت حالة نستعملو ديال الطحين في الاول انا راه استعمل بداك الكاس ديال الطحين اللولاني راه كانت فيه مية وعشرين جرام وبالنسبة لما راه كان فيه واحد ميتين جرام ديال المن لانه هو كيهز في السوائل ميتين جرام سوف نضيف الطحين بحلقة حتى تكون معي عجينة اللي طرية بحلقة وكتكون غزالة فهنا بالنسبة لي نراكي اخد هاد العجين واحدة ربعمية وثمانين جرام ديال الطحين اللي ضفت دابه في الاخير سوف نجمع العجينة ديالي هكا سوف نضيف عليها شوية من ذيك الزيت اللي احتفظنا بها ديك الشي اللي احتفظ ديك جوج مع القاتل لان العجينة ستدخل فيها ثمانين جرامي ماشي ماشي نعملو الداخل ثمانين ونزيد وماذا ندهنوها لا ندهنها ديك ديك العجينة نغطيها ونخليها تختامر هاد الاختمر الثاني راتي يكون ضغياء ضغياء لان الخميرة فايتا يعني خامرة صافي هي كتفاعل ديك الخميرة كتطلع كنزولها هنا واحد الناصيحة اللي بغات البريوش ديالها او الموال في البريوش ما كيجيهاش زوين او كيجيها مدقص فالعجينة فاش تطلع وفاش تختامر عاودي يفشيها عاودي يغطيها وعاودي يغطيها وخليها عاودي يتخمر مرة تانية بهاد الطريقة راكي يجيك نفش فش اكتر واكتر سافينا كما اشته معي كنزو اخد هادوك الكويرات مبعد ما كناخد ديك العجينة كنكونها كلها كويرات يكونوا في حجم واحد باش يجينا طيبو مرة واحدة كنعاودي ناخدهم وكنفينيهم كنعاودي نشكلهم كويرات بقدين كنعاودي نرجع الاول كرة كنحاول نبسطها غي شوية وكنعملها في صافيحات الفور اللي كتكون اما مدهونة بالزيت او الا فيها ورق الطبخ وكنبقاها كنبسط في الكويرات ديالي كاملين وهنا الفران را عملته يسخن على مئتين درجة حتى المئتين وعشرين درجة بالنسبة لي بريوش انا را كنسخل الفران مزيان مزيان لانهما كيبغيوا السخونية في الاول باش كيطلعو كيجيو خفاف صافي انا كي مشتو معايا كنبقا نبسط في العجينة ديالي كاملة من بعد فكر مني كنرجع لها على هات الشكل هادا اني كنكمل كنلقاها انها ارتاحت مني كنعمل او صبوع ديالي هكا في الوسط ما كيعودش يرجع او ليتجمع صافي كنعاف العجينة ارتاحت مباشرة كم بدا ناخد كويس يكونها صغير وباش ما كان كاس كبير كتجي لفتحال داخل كبيرة كالكس صغير كتجي فتحال ممكن حتى تصدف الفران الموهي ما تشوفو معيه في الاخير فعملتي بريوش كبر ونفس العاجين نفس كل شي غاي عملتو يعني في شكل كبير ونفس الكاس اللي طبعت بيه الداخل وتصدد شوية كان الطباع بحلقه وكان عملوه في الطحين وكان حاول نضغط في الوسط باش يعطيني واحد الحفراء وكان حاول نملقهاكا بالمربة عملو المربة اللي بغيتو انا هنراني خلط ما بين مربة ديال المشماش ومربة ديال التفاح اللي عملت معاكم في فيديو سابق اه يعني خلطهم بجوش باش كيعطيو هكا واحد النسمة وفي نفس الوقت كيعطيو واحد اللون زوين خديت ديك سافار بيضة اللي عملت فيها ذاك شوية ديال العسل مضفت عليه هتشي حاجة اخرى لحليب لملاو والو غير ذاك شوية العسل مع ذاك سافار بيضة اه وكان دهن على هات الشكل هذا فاجربوا مصرحة بها الطريقة كيجو خاطيرين بلاحليب بلاد تاشي حاجة لازبدال اولو مقادر اقتصادية وكيعطوا كمية غزالة وفي طريقتهم رعفنة صاف هناك كما كتشوفوا معي كان دهن دوك الجواني بصافار البيضة ودهنة اللي تكون خفيفة ما تكتروش بحال هات الشكل هذا وتزين را كيبقى اختياري انا هنه هاتي نعمل شوية ديال الوز افلاكا ولكن هاتي نهرسوين هاتي نهرمشو باشي بازوين وكذلك كنعمل فوق منه واحد شوية ديال الكوك كذلك هكا واحد الرشيشة باش كيعطيه واحد بيوضة زوينة من الفوق يعني انا غزين فيني كاملو ندخلوه الطيب وفاش يخرج صافر اهو مقاد يماشي غنخلو الطيب طيب صراحة عاد لعوتاني ندهني عاد عوتاني صداع الراس كينش لاش كل شي مش هتو دقة واحدة هناك ما اشتو معين بعد ما زينتو بدا كلكوكو اللوز افلاي مهرمش ثاني نعملش طريفات هكا ديال تفاح راي واحد قريبا واحد نص تفاح هكا تكفيك كنقطع هكا بعد ما كنت تغسل و تقطع مربعات بالقشرات ديالها كنعملها هكا ديالك شي لاش اخلط ما بين مربع ديال المشمش و مربع ديال تفاح اذا كان يعني كنعملتو غير اني استعملوه فاد الوصفة صافي وكذلك نعمل شوية بي بيت ديال شوكولا من الفوق و مباشرة للفرن كندخلوهم انا دخلتوهم عن مئتين وعشرين درجة خليتوهم حتى بنولية تنفخوه ونقصت المئتين عادي اكسا خليتوهم هكا حتى تحمروا وانا نطفي الفوق خليتو غير تحت لانا التحت عندي شوية تتعطل صافي وخليتوهم تحمروا كيفاش يجيوا خطيرين انا نرى صراحة را دغيك يطيبوا بعدها را ما كي ياخدوش وقت و هادو هما نفسهم غير القياس كبير شوفوا القياس قداش كبير بلا قياس صراحة را اللي اجربتوهم غدي تحماقوا عليهم خيفة غزالين و ذاك الامو رب اللي خلطنا كي يبقى خفيف وغزال ما كي يجيش معلك و يعني بزات وقاصح فشكرا لكم عرحة المتابعة كانت معكم وم شمس ومع توفيقي الى بالله عليه توكلت وإليه ونيب اشتركوا في القناة